تتواصل في محافظة شمال سيناء مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام المصرية تستهدف القافلة توزيع خمسة ألف مساهمة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان فضلاً عن إطلاق قوافل طبية في مختلف التخصصات للمزيد من المتابع ينضم إلينا من العريش مراسل أكسترانيوز كريم رجب كريم أهلاً بك معنا ماذا لديك من تفاصيل حول مبادرة وطن واحد تفضل؟ نعم حتى هذه اللحظة تتواصل هنا فعليات هذه المبادرة وهذه المبادرة التي لديها العديد من المحاور منها محور ما يتعلق بالشق الاجتماعي وتقديم المساعدات للأهالي هنا في محافظة شمال سيناء قبل حلول شهر رمضان وشق يتعلق بالجانب الطبي وحتى هذه اللحظة ما يقرب أو ما يزيد عن ألفين حالة استفادت من هذه القوافل الطبية فضلاً عن تقديم العلاق بالمجان للمستفيدين من هذه المبادرة وإجراء أيضاً عدد من العمليات لبعض الحالات هنا في مستشفى العريش العام الجانب الثالث هو يتعلق بالمشروعات التنموية وإحياء بعض الزراعات الاستراتيجية هنا في محافظة شمال سيناء والتي يعتمد عليها قطاع كبير من أبناء هذه المحافظة مزيد من التفاصيل حول هذه المشروعات التنموية سيكون هذا محور حديثنا مع المهندس أحمد جاسر عدو مجلس القبائل والعائلات المصرية بنرحب حركة بشمهندس ويعني ما هي إلى أين وصلت المشروعات التنموية التي يشرف عليها مجلس القبائل والعائلات المصرية هنا فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية والله أنا برحب بيكم في العريش طبعاً العريش زي ما تشهايف الحمد لله بقت الأمور الأمنية فيها أحسن بكتير طبعاً مجلس القبائل والعائلات العربية إحنا بدأنا بمحافظة أسوان كنا هناك عملنا مبادرة برضو وطن واحد برضو وزعنا العبوات وكان فيه برضو دور الطبي هناك بعد كده رحنا محافظة جنوب سيناء برضو عدمنا فيها عبوات للأسر الأشد احتياجاً وأخيراً العريش بقلنا ثلاثة أيام دلوقت شغالين بدأنا بمحافظة شمال سيناء جينا العريش بعد كده رحنا الشيخ زويد ووصلنا مناطق يعني مكان شيء فعني يوصل لها أي حد إلا أهل شمال سيناء اللي يعرفوا الناس دي فين سكنة وبعد كده رحنا بير العبد وأخيراً آخر يوم النهاردة هيبقى في بير العبد إن شاء الله والقافلة الطبية هتكمل ولكن مبادرة وطن واحد مستمرة معنا ثلاثة أيام مستمرة معنا طول شهر رمضان ومستمرة معنا بعد شهر رمضان ماذا عن الزراعات الاستراتيجية؟ الزراعات الاستراتيجية إن شاء الله احنا بدأنا في مبادرة بدأناها من ثلاث شهور وزعنا خمسمائة ألف شتلة زتون وكانت المبادرة اسمها عودة شجرة الزتون إلى ديارها وإحنا بنقدم برضو مية وخمسين بير من مجلس القبائل والعائلات العربية علشان قاطر يتبدأ تاني الزراعات زي زراعة الزتون وزراعة الموالح تاني في شمال سيناء ترجع تاني قدمنا خمسمائة ألف شتلة كمرحلة أولى ومستهدفين إن شاء الله أننا نوزع خمسة مليون شتلة زتون للفترة القادمة بالطبع عند الرجوع إلى هذه الزراعات الاستراتيجية هذا يتطلب إلى حفر أبار للمياه ماذا عن هذا الأمر فيما تعلق بهذه الجزئات والله إحنا فيه إن شاء الله الفترة الجاية 150 بير هيتعملوا من مجلس القبائل والعائلات العربية لمحافظة شمال سيناء خصوصا المنطقة التي فيها الزراعات خصوصا منطقة الشيخ زويد لأن المنطقة دي الرمال فيها خصوة وإن شاء الله هنبدأ نعمل حصر لمناطق محتاجة بالفعل للأبيار دي ونبدأ على طول فيها إن شاء الله بعد شهر رمضان مبارك قول لي بقى على التنصيق اللي إحنا شايفينه يعني بيتم إزاي مع الجهات المختلفة سواء الجهات المفيذية أو حتى منظمات مجتمع مدني وحتى من الشباب المتطوعين والله إحنا الحمد لله مكونين مجموعة عمل لأن إحنا قمنا بموضرتين قبل كده طبعا إحنا عاملين بروتوكول مع مجلس الوزراء المرة دي بالقافلة الطبية مجلس القبائل والعائلات العربية عامل بروتوكول مع بنك الطعام هم بيقربوا لنا الحاجات دي بيجيبوها لنا وإحنا بنبدأ ننصق مع الجهات الأمنية وطبعا عندنا شباب متطوعين وشباب من مجلس القبائل برضو معنا بنقدر نوصل الحاجة دي للمحتاج والأسر الأشد احتياجاً شكراً جزيلاً مهندس أحمد جاسر عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية إذن هذه المبادرة تمتد أيضاً خلال شهر رمضان وهناك مشروعات أخرى تنموية كالزراعات الاستراتيجية التي يتم إحياؤها من جديد هنا بعد أن تم تطهير جزء كبير من الأراضي هنا أو أراضي هذه المناطق الخصبة من الجماعات الإرهابية وبالتالي إحياء هذه الزراعات مرة أخرى ورجوع المزارعين إلى هذه الأراضي هو ما تم بالفعل وجاري استكمال هذا المشوار حتى يكون هناك إحياء للزراعات الاستراتيجية وتعود الصناعة مرة أخرى كصناعة زيت الزيتون والصناعات الأخرى التي تعتمد على هذه الزراعات هنا في محافظة شمال سيناء إليكم مرة أخرى في الستدر شكراً لك كريم كريم رجب مرسل أكسترونيوز كنت معنا من العرش شكراً لك